وبما ساحتنا الأخيرة ضمن صباحنا لليوم حروح لعالم الإكسسوار كنا عم نحكي عن الموضة والفسطان يلي أكيد بيكملوا هذا الطوء أو هذا الحلق يلي نحن حن نلبسه بيكملوا أيضاً الشغل اليدوي اللي نحن نشوفه على الفسطان اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن الإكسسوار وحنحكي عن فئة دعم هكي كزا طعا مشغولين بروح حلوة منصبية حتكون ضيفتنا لليوم وحنحكي أكتر عن مشوارك حنحكي أكتر اليوم عن أهم الشي اللي اشتغلتي اليوم معنا سماح كاخي مصممت إكسسوار أهلا وسهلا يا سماح أهلا فيك كيفك؟ طمام حمد لله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سماح خلينا حيك بالبداية نتعرف على موهبتك أكتر بعالم الهاند ميت شو بتشتغلي تفضلي أنا يعني كل شيء هيك شغلات بالشك بالهاند ميت قصص أنا صغيرة بحبة يعني بشكل عام كنت عملهم أنا ضفيري مثلاً على شغلات بتخصني كذا فرفقاتي كان يلفت نظرن هاد الشي إنه شي حلو عملين ناكزا وهيك بلشت يعني بقى ساوي شوي شوي صرت أكتر صرت على التياب على المقات مثلاً على الشناتي أي شي يعني ممكن تعطيني أي أبرا بتشوف يا سرتي ممكن أنتي طبقاً لهم حتى بالبيت يعني بشوف أطعة مثلاً بتعجبني بمسك أنا بقعد بساوية يعني إفا صرت أنا على الطلبات أنا مثلاً صبية عندها هطاية مثلاً بدأت تعملها أنا بأخذها وبعمل لهاي آها شو المواد الأكتر شيف تستخدميها بالهند ميت؟ هلا هي الاستراس أكتر شيف بشكل عام الاستراس؟ لا درجة شفتي العيون وهالقصص وهيك درجة كتير يعني فأنا كمان صرت أستخدمهم براء؟ ايه في منهم أنا على زوئي في منهم هني بيختاروا اللون للشكل كذار في منهم بيتمدوا على زوئي يخربوا الشعراتي بس أنا بحب الأسود يعني هيك بتحسين حلوة ها حلوة هي كمان يعني طاية سادة عملنا على حركة ما هل هي اسم صبية أو شاب؟ لا هي اسم شاب اسم شاب براء يعني بتشوفي هيك وبشوفي هيك هيك وهايك مظبوط هو هيك وهايك حلوة الفكرة فكرين يا رمين تحطي اسمها طاية؟ ممكن بس يعني تلاقيها صحيح بس يعني كتير درجة الفترة الماضية صراحة لقيناه هون حادة حاطة اسمها الأول يعني السنائيات مع بعض يطبقوا خلينا نشوف كمان شي على الجزادين مثلا اي او مثلا الأضافر كنت يبدأت كتبق أي شي على الهواء؟ هلأ لا أنا ما اوكي المرة الجاية مع الهواء طيب خلينا نحكي شو الإضافات التي عملتها هلأ أنا حاطة الستراس يعني عشكل العين ويعني شي بسيط لأنه هي الشنطة كتير نعمة يعني ما بدأش بسير أوفر يعني تفرجي كتير العين هي درجة كتير يعني صارت العالم كتير بترغب أنه كل شي في عين كذا اللون الأزرق النيلي كتير هدول يعني صاروا مطلوبين كتير هدول يعني صاروا مطلوبين كان جزدان عندك كمان ايه سماح ما هيكي كنا حابي اليوم تشتغلي شي على الهواء وتفرجينا اليوم كيف عم تشتغلي هدول القطاع ايه هلأ إن شاء الله مرة تشتغلي كمان العين والستراس كمعان هي مطبق هلأ في هيك مثلا الفيست التوب كمان شغلات تانية هيك بس إنه المميز يمكن بسمح شو ما شافت عين عليه بت بعمله شي يعني طيب هون هاد فيست اه هون حاط اضافات هون وعلى الجياب صح؟ ايه طمام طيب هدا بالغسيل يعني فيه كفالة اليوم انه يبقى ايه طبعا طبعا شو المواد تستخدمها هي ستراس شو ضد يعني مشان الحرارة الغسيل هلأ ايه هو شي لاسق خاص فيهم يعني 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 هو معاهم ببصر له شي لاع المويلة على الحرارة لاشي أبدا واسعارهم كيف ما غليت هلأ على اله هلأ حسب بقال هاي يعني أنا محاول قدر الإمكان ما كون كتير يعني أوفر يعني بالاسعار وهايك هلأ نحن عم نسأله تمام لأنه فيه مواد بالهند ميت بتكون اسحار كتير غالية بس ستراس بعدنا ملاقي شي مقبول يعني ايه هلأ فينكي انتي كمان لما تروح تشتري هيك شي الدوري على الوسط يعني انتي ما بدك الشي الكتير ولا بدك الشي الخفيف كمان يعني الخفيف حتى ما بيعطي التقل يعني طب عم نشوف كمان كفر موبايل اليوم حلو الشغل الي دوي هو مشروع صغير صح يمكن يكون بتبلش فيه بمرحلة صغيرة بتسعمويمة صغيرة ولكن هو بالنهاي مشروع ربحي لحضرتك يعني اليوم عمتش تسوقي على النت سماح؟ يعني بداية بسيطة عن النت وفي اليوم فيه تجعوب معيك من الناس؟ في عالم كثير بتعرفني وبتحب شغلي بتحب انك يفكر في عالم لسه يعني هي بتختار هاي شو نوفمبر؟ هاي لصبية عيد ميلادة بالله؟ احبتي انا بس عمتل اضافات بسيطة هي اللولو والقلب بسيطة يعني شو الفكرة اليوم انه هو محطوط هي عدمي العدب ايداعش ايداعش محل القلب اللي محطوط ايداعش نوفمبر محبيت انا عمتلها باضافات بسيطة يعني اللولو والقلب ساويته كذا يمكن هدول اضافات البسيطة بيجملوا القطعة يعني هلا انا حتى الاكسسوار بيشتغل علي بس هلا حاليا ما عندي لانه هنا بيجوني طلبات يعني صبية مثلا عندها حلق احبت اضافة على الشيء انا بضفله عندها اسوارة عندها ايا شيء ما عجبت تشتغلي شيء خاص في كي بيعلم الاكسسوار يعني انتي تصممي ان كان موديل حلق او سنسلة هلا امبلا جربت فيه شغلات عاملتها يعني بس انه مبدئية يعني يعرفتي ما انا كتير هيك يعني بدي شوية وقت انا جربت اشتغلت شغلات عائدي اسوارة طوء كذا بس انه بدا لسه كمان حتى عم شوفك نشتغلي عصوف وعدها يتنقلك قدي بحب استراصة اليوم كتير مع انه مرأة فترة شفنا انه راحة تموتة وصارت القطعة اليوم تخف بوجود استراصة البسية بيخرب شعرات بلبسها هلا انا كتير بشكل عام و بحبها يعني وفي عالم هيك يعني هي الدنيا بنهاية ازواء هلا ما حلوة لبسها انا اخضر على ازرام بس ادي حلوة هاد اللون بس ادي حلوة هاد اللون يعني نيلي مميز هلا اليوم الكنترول مصرين ان نحنا نلبس هاي رشا منيحة هاي كتير حلوة كتير حلوة كتير حلوة بس مو على هاي الكنزة خليك البيع هاي انتي هيك شي مثلا تكوني لابسة معوه شي هادي يعني شي مثل سادة بسادة بسادة افضل يعني طيب الستاس ممكن البنات بيحبوه صح صح فانتي كيف يعني مثلا كيف بتروجي لقطاعك اكتر بتتختاري انه مثلا قطاع مات كتير بقى يكون في هون هلا في قطاع مثلا مثل هادو الطب الاسود مانو كتير اوفر يعني هاي في عادي يعني هادي عرفتي اي ممكن التبس على سهرة وسيطة اصلا هيك في منهم بيحبو الشي الضايش في منهم لأ بحبو الشغلات العادية البسيطة كانت دافتنا ابليك المصممة لكننا نحكي عن الموضة دائمان انه في شي بيكون دارش بيعانا من ستراسكا كون انت هذا الشي الاكتر انت بتشتغلي فيه في شي موضة يعني انت تاخدي افكار معينة من اماكن معينة من انستجرام اي باخد انستجرام من جوجل ممكن افتح شوف مشان اعرف فكر الاكتر يعني بتلاقي برا بي طبقوه بطريقة مختلفة يعني معروفة احنا الشرق احنا الشرق نحب الستراس ونحب العزاء حتى حتى بتلاقي ببرا يعني بأماكن حتى بيحبوا هيك الشي اللي كتير يعني ضاوي ايه انا بحب الضاوي في عالم لا ما كتير بتحب الضاوي تحب شي البسيط البسيط الهادي يعني بس بما عم بيالك شغلات تلبيتها انت مع شي هادي فبتبين عم شوف كمان هاي ساعة العدادة كمان دخلت لها هي اسمها هيك عدادة يعني ممكن تروح للاستغفار ممكن تروح لشي تاني يعني اه تماما يعني كمان اليوم الاستراس حلوة صارت تحمله بالطريق سبايع كذا فانهم مدهلة حلوة يعني شكل دب خلنا نحكي عن موضوع الأضافر بتركبي على أضافر صناعية يعني اي اوعى أضافر طبيعي حسب اللي بيحب هلا انا ما عم بعمل جيل يعني بس انه اذا مش تصبية مثلا حابة تضيف شي على أضافيرة انا بضفلقية شي بالدايا يعني مثلا هيك شغلات انا بحبها اكتر شي يعني بين هاي الشغلات وضفلقية بس تعرفين انا احبت فكرة العيد يعني احنا دائما كسبايا بنعاني من موضوع تركيب اذا في تركيب أضافر يعني بتعدي تلزقي و بتعدي تصبيعيك مناكير فلا اليوم هاد الفكرة حلوة انتي بتلزقيين هون بتخلص يون بس على التركيب فورا بتركبي يعني صحيح؟ يعني كمان هيك اليوم ما سماحتتنا هاي الفكرة يعني دائما معاني اي فكي اي شو صغبة تسماح البتواجعيك بالشغل او بمشروعيك بش هك العام هلا الازواء يعني يعني ممكن انا بكون عارضة شي تختلف الازواء علي مثلا انه لا حلو مو حلو كذا فانا بصير البتوان وانا انه لا معقول حلو او مو حلو بعدين خلص انه بقول الدنيا ازواء يعني كل حدا عنده ازواء وعنده شي بيختاره هوا الاكل عمل نحنا مبلش فيه بحياتنا اكيد فيه صعوبات ولكن الاستمرارية هي هتكون تقاعد النجاح لإلك هنختم معك بي جيد مورنينك جيد مورنينك لكل حدا مرافعنا بصباحنا لليوم سماح منعم شكرك لليوم شكر حضورك نتمنى لك النجاح بمشروعك الصغير وهيكي نشوف اسمك لامع بعالم الاكسسوار شكرا يا رب شكرا كتير اليك وكل التوفيق اليك باعمالك القادمة شكرا اليك